خسائر اقتصادية جسيمة تلك التي يسجلها الاقتصاد التونسي إثر قرار السلطات الحظر الصحي الشامل لتجنب تفاشي فيروس كورونا المستجد وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من الوباء القاتل إجراء أدى إلى تثاقم ظواهر اجتماعية لتقل خطورة مثل العنف الأسر والانتحار ورجح أخصائيون نفسيون أن تغيير نمط الحياة وفقدين البعض لأنشطتهم بسبب الحجر الصحي إضافة إلى الشعور بالخوف من الإصابة بالمرض أو الخوف على الأقرباء من الموت أو الإصابة بالفيروس يجعل شريحة من الناس يمرون بفترة نفسية صعبة من شأنها تدفعهم إلى الاكتئاب أو الانتحار أو اللجوء إلى العنف في التعامل مع الآخرين استتباعات الحجر الصحي العام الذي أعلنته الحكومة عنده عديد الاستتباعات الاقتصادية والاجتماعية وأيضا النفسية صحيح اليوم المنسوب من تعديد الظواهر الاجتماعية انخفض نتيجة هذا الحجر الصحي العام الذي يجعل الناس يكون في فضائات مغلقة أكثر منها فضائات مفتوحة هذاك لماذا منسوب الاحتياجات الاجتماعية انخفض نوعا ما تقريبا أكثر من 232 تحرك احتجاج اجتماعي خلال شهر مارس لكن أيضا العنف الغير المعلن والذي يبقى في فضائات مغلقة ويموت غاديه هذاك هو الأكثر معناها أخطر وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد تم تسجيل 15 حالة انتحار خلال الشهر الماضي بينما أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن عدد البلاغات المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة تضاعفت خلال فترة الحجر الصحي الشامل بنحو 5 مرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وأيضا حالات الانتحار ومحالات الانتحار والتي بلغت 15 محاولة 73% منها كانت لداء الذكور و27% منها كانت لداء الإنث الحالات الانتحار ومحالات الانتحار هذه تقريبا حافظت على نفس التوزيع السابق خاصة من حيث الأليات المستعملة والتي هي الأكثر معناها 47% كانت حرقا ثم 13% كانت نتيجة رمي النفس من أماكن مرتفعة وانخفاض هذه النسبة لداء الأطفال الأقل من 15 سنة والتي سجلنا فيها حالة واحدة خلال شهر مارس ظاهرة ربما لن تزول بزوال الوباء وانتهاء حالة الحجر الصحي الشامل إذ أن الخبراء يؤكدون أن مخلفات هذا الوضع قد تستمر لأشهر طويلة بعد الأزمة